اهلا وسهلا بكم حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في لقاء جديد يتجدد بكم ومعكم في لقائنا الثاني من اللقاءات الدورات التي تقدمها NSK الصيفية لأبناء وبنات الوطن لتطوير المهارات العلمية والعملية حياكم الله من جديد وأهلا بمن انضم إلينا لهذا اليوم لأول مرة حقيقة ما شاء الله تبارك الله تجاوز أعداد المسجلين في هذه الدورة أكثر من 3000 مسجل وتجاوز أعداد المسجلين في مجموعة دورات ككل أكثر من 15000 مسجل فحقيقة هذا رقم مفرر ويدل على اهتمام الكثير بمثل هذه الدورات أريد أن نوضح حقيقة بعض النقاط بعد انتهاء الدورة أمس كان عدد الحضور 500 وتجاوز ذلك أيضا وصل إلى 900 تقريبا بعض الناس اللي يدخل ويطلع وعداد المسجلين كانوا 3000 وكان الطاقة الاستيعابية فقط ل500 شخص فلذلك مع كثرة الرسائل وكثرة الطلبات تفاعلت إدارة NSK مع هذه الطلبات وهذه الرغبات وقامت بزيادة السعة الاستيعابية للقاعة إلى 3000 متدرب ولذلك إن شاء الله أن الفائدة هذه تعم الجميع وتصل إلى الجميع وأن تكون خالصة لوجهه الكريم بإذن الله هذا بالنسبة لموضوع الدخول يعني بعض الناس بالنسبة لموضوع التحضير التحضير سيرسل بإذن الله في نهاية دورة اليوم اليوم بإذن الله قبل النهاية سنرسل رابط التحضير حتى يتم تحضير الجميع ترد أسئلة هل الشهادة معتمدة هل هي يعني يعمل بها في نظام فارس الشهادة ليست معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وليست معتمدة من نظام فارس وليست معتمدة في نظام منار هذه الشهادة هي عبارة عن مشهد حضور أي تشهد شركة NSK أن هذا الشخص قد حضر هذه الدورة الدورة كم مدتها مدتها يومين أمس واليوم تستمر لساعة تقريبا ساعتين مجموعها اللي ما حضر معانا أمس اليوم له فرصة أنه بإذن الله يعني الدكتور ممكن يعرج تعريج بسيط عن ما سبق أخذناه في اليوم الماضي ويعني بما أنه فتح من المجال لمن أراد أن يحصل على شهادة اليوم ما في مشكلة يسجل في الرابط اللي سيرسل في نهاية الدورة وبإذن الله أنه سيحصل على مشهد الحضور وسيرسل على الإيميل في غضون أسبوعين بالكثير إن شاء الله أيضا ترد وتكرر الكثير من الأسئلة حولها هل هذه الدورات مسجلة وهل ستنشر لاحقا في منصات نعم الدورات كلها مسجلة وهي ستنشر بإذن الله تباعا وخلال الأيام القادمة مباشرة عبر قناة NSK على اليوتيوب يمكنكم الرجوع لها ومتابعتها ومتابعت كذلك موقع تويتر وحساب تويتر لـ NSK Trading حتى الوصول للقناة والوصول لهذه المقاطر الآن أعتذر أنا أخذت الكثير من وقت الدكتور أو عفو الأستاذ عقيل وأنا أترك لك أستاذ عقيل الصوت والصورة لأن تبدأ وتنطلق في دورة مهارات التواصل الفعال لليوم الثاني والأستاذ عقيل عرفنا به في المرة الماضية ولكن كتعريف بسيط جدا هو أضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز ومبتعث لإكمال الدكتوراه ونسى الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والسداد وتفضل الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنا سعيد جدا صراحة بهذا الإقبال وبهذه الحماس اللي أنا شايفة فيكم وأتمنى من الله أن تحصلون على أي معلومة مني تفيدكم بإذن الله مع العلم أني قلتها أمس وأرجع يعيدها اليوم فيما يتعلق بمثل هذه الدورات مهارات التواصل الفعال إحنا كلنا نعرف المعلومات اللي أنا جالسة أقولها كلنا نعرفها ولكن قد نكون نمارسها بطريقة غير مدروسة أو بالجزء اللا واعي فلما نوضحها هنا ونضع النقاط على الحروف ونوضح كل شيء راح يكون يعني نقدر نستخدمها لمصلحتنا بشكل أكبر بالأمس يعني تحدثنا على مكونات عمليات الاتصال ووجود المرسل والمستقبل وكذلك الرسالة وأهمية ردة الفعل اللي تحصل من هذه الرسالة لأنها هي اللي تؤكد وصول الرسالة من عدمها يعني أو مدى وصولها بالشكل الصحيح أو السليم كذلك تحدثنا على أساسيات لغة الجسد وأهمية لغة الجسد فيما يتعلق بتأكيدها للرسالة أو توضيح المعنى من الرسائل المرسلة ولغة الجسد تشكل أكثر من 50% من مدى جودة إيصال الرسالة أو التأكد من إيصال الرسالة وضربنا أمثلة كثيرة بالأمس بس كمثال سريع ممكن أنك تسمع شخص يقول كلام ولكن تصرفه الجسدي أو حركة يده مثلا تعطي إيحاء بأن هذا الكلام ما هو من قلبه كذلك نبرة الصوت وأهميتها أيضا تحدثنا على الاتصال عن بعد خصوصا في هذه الفترة نحن ممكن نكون في حاجتها أكثر مما مضى بأهمية الاتصال عن بعد وكيفية التعامل في المواقف في عملية الاتصال عن بعد أو بالطريقة غير مباشرة طبعا الأخوان إن شاء الله حينزلون كل المحتوى اللي فاته محتوى الدورة الأولى حيكون نازل على قناة NSK Trading والتفاصيل حتكون في حسابهم إن شاء الله على تويتر فاللي فاته المحتوى إن شاء الله يعني يعطونكم المعلومات أو الفائدة عن طريق القناة بإذن الله أيضا أيضا يعني كل المحتوى اللي هم ينزلون على قناتهم أو على حسابهم في تويتر أنا دائما أسوي لي ريتويت إن شاء الله أيضا رح أوجهكم لحسابي لللي حاب أن يحصل على معلومات أكثر حتى فيما يتعلق باستفسارات أكثر عن المحتوى اللي جالسي نقدمها تحدثنا أيضا عمس على الإنصات وأخذنا تمرين بسيط مع الأخوان اللي كانوا موجودين على الإنصات وعلى أهمية الإنصات وعلى الفرق بين الإنصات والاستماع الآن بس أبغى أسأل سؤال إذا ممكن الأخوان اللي كانوا معي أمس إذا ممكن أخذ منكم بس يعني ردة فعل سريعة على المحتوى أمس أمس اتفقنا بأنه المفروض أنه يعني ما نستخدم أي إيموجي خلال الـ 24 ساعة الماضية في التواصل عن بعد عن طريق الجوال فإذا في أحد ممكن يعني لو يعطيني أي تصور على كيف كانت هل واجهت صعوبة هل نسينا واستخدمنا متوقع طبعاً عذبتنا لم نجد صعوبة ممتاز معناته قدرتك على إيصال المعلومة ممتازة جداً ما استخدمت ويقول لك نجحت عادي ما استخدمت سهالات طيب ممكن تلاحظ أنه فيه جزء من الصعوبة تكمن فيها خصوصاً في الناس اللي يحب أنه يوصل مشاعره مع الكلام ودائماً تذكر هذا في لما تكون في مجال عمل رسمي وإنت ترسل إيميل مثلاً فمن الضروري جداً أنك تحاول توصل الرسالة بالشكل السليم وباستخدام الكلمات فقط يعني فيه ناس يقول لا أتواصل باستخدام الإيموجيز لأنها تقلل من قيمة الكلام والمشاعر نعم ولكن عند أشخاص هي تعطي وصف أكثر يعني للحالة يعني هنا أحد الأخوان يقول إيموجي يعبر عن اللي في قلبك سيدة يوصل لك الوصف بأفضل طريقة ممكنة أو يساعدك في إيصال مشاعر معينة اليوم إن شاء الله حيكون حديثنا عن مهارة طرح الأسئلة ومن ثم حنتطرق إلى سمات شخصية واختلافات بين الناس فيما يتعلق بالصفات الشخصية وطريقة التعامل معها طبعا حديثي يكون في إطار عملي الإطارات الشخصية كل شخص له أسلوب في حياته الشخصية وهذا الشيء لا يمكن لأحد أن يفرضه على أحد ولكن هناك طرق أفضل في التعامل من ناحية عملية أو في العمل فبالتالي حديثنا بيكون من منظور عملي بشكل أكبر ولكن لو كان في أي أسئلة ما يتعلق بأي زاوية أخرى للموضوع إن شاء الله أني أقدر أقدم المعلومة المفيدة طيب مهارة طرح الأسئلة في مقولة سمعتها أنا وفكرت فيها كثير ولأنها أقنعتني حبيت أني أن قلها وأضعها في المحتوى اللي أنا أقدمها هذه المقولة تقول قيم الناس بناء على أسئلتهم وليس على إجاباتهم لأن الشخص لما يجيبك على سؤال هو يجيب على شيء أنت تريد معرفته إيش اليوم؟ كم الساعة؟ كم تاريخ اليوم؟ وين المحل الفلاني؟ هو يجيب على سؤال أنت تعرفه إذا ممكن يا أخوان إذا في أي أسئلة نخليها للأخير بس وأتوقع أن الأخوان متابعين إذا في أسئلة مهمة أن نأجلها للأخير أساس يعني ما نقطع تسلسل الدورة فبالتالي أن تقييم الشخص بناء على سؤاله لأن سؤاله هو اللي يعلمك إيش الدوافع اللي عنده يعني أني أسألك إيش اليوم؟ معناته أن معرفة اليوم بالنسبة لي مهمة فبالتالي تعطي إيحاء على أو طريقة لتقييم هذا الشخص بناء على أسئلته الشخص اللي يجي ويسألك عن مثلا كم دور البيت حقك مثلا أو يقول لك إيش سيارتك ولا كامراتك مثلا فأنت الآن تقيمه بناء على أسئلته هو جالس يدخل في أمور شخصية فأسئلته إما قد تكون نابعة من لقافة أو من حرص أو بناء على أسئلة قادمة أو على معلومة يحب أن يطرحها بعدما يجاوب عليه لكن الإجابة لا تعطيك طريقة كافية لتقييم الناس وتقييم دوافعهم في حبهم لمعرفة شيء معين فلأنني أؤمن في هذه المقولة حبيت أني أطرحها في بداية الحديث عن مهارة طرح الأسئلة هناك مقولة لكاتب أمريكي اسمه تشاب بيل يقول طرح السؤال الفعال يؤدي للبصيرة مما يشحن الفضول أني أسأل السؤال بالطريقة الصحيحة بطريقة فعالة هو اللي يساعدني على أن أحصل على الإجابة التي تساعدني في معرفة المعلومة اللي أنا أبحث عنها أو النقطة اللي أبغى أتفرع منها وهي التي تشحن الفضول في أني أحصل على معلومة أكثر وأكثر فمهم جدا أن تعرف كيف تطرح الأسئلة ومتى تطرح الأسئلة السؤال هو مفتاح المعرفة لا يمكن أن تصل إلى معرفة دون أن تسأل في ناس يقولون الصوت يقطع أو ما في صوت فرجاء إذا فيه أي شيء من هذا الخلل ادعمه مجرد ما يقف الصوت حطوا رقم اثنين إذا الصوت شغال أعطوني واحد بس ممتاز طيب تمام فلابد أن تسأل حتى تستطيع أن تصل إلى المعرفة لا يمكن أن تصل إلى معرفة بدون أن تسأل في ذلك هي مفتاح المعرفة دائما تذكر فيما يتعلق بالأسئلة بأن هناك وقت معين للسؤال في أسئلة لها أوقات معينة للسؤال لا يمكن أن تسأل عنها في وقت خاطئ وإن سألت عنها في الوقت الخاطئ قد لن تصل إلى الإجابة أو قد تحصل على إجابة خاطئة فبالتالي تذكر أن لكل سؤال وقت مناسب لسؤاله النقطة الثانية هناك أسئلة ضرورية لتجاوز بعض المواقف ليس بالضروري أن دائما سؤالك يكون يعني بدافع جهل منك قد يكون السؤال لتجاوز موقف معين وأنا راح أعطيك مثال قد يساعدك في فهم هذه النقطة أكثر يعني لما أجي أنا وأدخل في مقابلة شخصية مثلا أو جالس أقدم عرض تقديمي مثلا زي اللي أنا جالس أقدمه الآن ويجيني سؤال مباغت فجأة ما أنا مستعد لمثل هذا السؤال تمام يعني مثلا أجي أنا في مقابلة شخصية وجاء شخص قال لي مثلا بحثك حق التخرج إيش كان موضوعه إيش كان موضوع البحث حق التخرج طبعا أنا درست في الماجستير في أمريكا فبالتالي ما عندي بحث تخرج كلها كلاسات أني أجلس ساكت شوية وأجلس أحاول أني أرتب الجواب بسرعة وأطلع الجواب قد يصل إيحاء عند هذا الشخص بأنه هذا مو محضر هذا ما يعرف يش يقول يمكن يدور تصريفه عشان يحاول يخرج من سؤال زي كذا ففي هذه اللحظة السؤال اللي أنا بسأله ليس بدافع الجهل مني ولكن بدافع أن أتجاوز هذا الموقف وأن لا أظهر بطريقة بطريقة الشخص الغير مستعد لمثل هذه المواقف فلما يسألني يقول لي بحث التخرج إيش كان عنه سؤالي الآن أني أقول له مثلا يعني أنت الآن تبغى تعرف إذا كانت الماجستير حقي بحثية أو كلاسات فقط يقول لي إيوه معناته لا أنا الماجستير حقي كان كلاسات ما كان فيه بحث وقت السؤال وأنا أسأل أنا جالس أرتب الإجابة على سؤال ما كنت مستعد له فمهم جدا أنك تعرف متى تسأل هذه الأسئلة وكيف تستخدمها في تجاوز مواقف قد تضعك أو الإجابة عليها أو التأخر في الإجابة عليها قد يعطي تصور خاطئ عنك فمهم جدا أن هذه الأسئلة تعرف متى تسألها وكيف تسألها أيضا لا تنتظر إجابة كل سؤال هناك بعض الأسئلة ليس من باب أو لا أن تنتظر إجابة على السؤال أتذكر موقف ويؤسفني أني أنقل موقف زي كذا ولكن أحب أني أوضح الأشياء التي أنا أقولها بأمثلة واقعية وعشتها أنا شخصية أكون كنت مرة جالس في المكتب حقي في الجامعة وجاني أحد الطلاب وسلم البحث حقي طبعا عندما فتحت البحث كان واضح جدا أنه هو يعني ناسخها نسخا من جوجل لدرجة أنه أنواع الخط تختلف أحيانا حجم الخط يختلف أحيانا يجي مربع أصفر حول الكلام يعني واضح جدا بأنه الموضوع منسوخ فاللي صار لما سألته قلت له أنت هذه ناسخها من جوجل لما قلت له هذه أنت ناسخها من جوجل ما انتظرت أنه يجاوب ما انتظرت أنه يجاوب لأنه الإجابة بتضعه في موقف محرج قد تجعله يكرهني شخصيا أو قد تصل إلى مثلا أنه يعني يكني لبعض المشاعر اللي قد تؤذي العلاقة بيني وبينه بين شخص يعطي المحاضرة وبين شخص يتلقى المحاضرة فعشان أجاوب يعني أخليه يتجاوز مثلا هذا الموقف ما انتظرت الجواب سألته هل نسختها من جوجل سكت لمدة ثانيتين أعطيته فرصة أنه يجاوب في مخه يعرف الجواب بنفسه بعدين تكلمتها مرة ثانية قلت له لابد أنك تذكر مصادر كل معلومة تذكرها كل معلومة تقدمها لي لازم تذكر مصدرها حتى ما تتحمل أنت عواقب أن تكون المعلومة خاطئة أنه إذا كانت المعلومة خاطئة فالاستنتاج اللي أنت بتبني عليه بحثك بيكون مبني على معلومة خاطئة فلو كانت هذه المعلومة خاطئة اذكر مصدرها حتى لا يتأثر نتيجة بحثك بناء على معلومة غيرك قدمها بشكل خاطئ فأنا سأعطيك فرصة تفضل هذا البحث خلال أسبوع وارجع لي ببحث آخر طبعا هو فهم أنه أنا عرفت أنه البحث ما أخوذ من جوجل وعطيته أسبوع تمديد على الوقت المسموح فيه للطلاب بس الهدف كان أنه هو يستفيد من مادة زي كذا ومن محتوى زي كذا ومن أسلوب تقييمي زي كذا وأيضا مهم جدا أنه يعرف بأنه مثل هذه الطريقة خاطئة للاستفادة ورضحت لأنه أنا فهمت أنت أشيء سويت ولكن بدون ما أنتظر منه إجابة لذلك لا تنتظر إجابة كل سؤال فالإجابة أحيانا قد تؤدي إلى توليد سيء لمشاعر أو حتى حساسية في العمل أيضا جاهز للأسئلة المتوقعة خصوصا لما تكون موظف وتعمل في قطاع يعني يتعامل مع الجمهور مباشرة كن مستعدا للإجابة على أسئلة قد تكون متوقعة الإجابات أو الأسئلة المتوقعة لما تكون مستعد لها تستطيع أنك تنسق الإجابة بطريقة أفضل وتحاول أنك توصل المعلومة بأفضل طريقة ممكنة أيضا تجنب الأسئلة التي بها أكثر من جزء اللي هي سؤالين بصيغة سؤال يعني مثلا لما أسأل سؤال وأقول رحت السوق أمس في الصبح ولا في الليل الآن هذا هو سؤال واحد رحت السوق أمس في الصبح ولا في الليل ممكن يقول إيوة نعم طيب على أنكم رحتوا السوق ولا على أنها كانت في الصباح فالإجابة كانت مبهمة لم ما استطعت أنك تحصل منها على المعلومة اللي أنت أصلا تبحث عنها فبالتالي مهم جدا أنك تجزع أسئلتك بحيث أنها يكون كل سؤال منفصل تماما حتى تستطيع أن تحصل على الإجابة الوافية اللي أنت أصلا تبحث عنها وضح هدفك قبل السؤال وضح هدفك قبل السؤال يعني مثلا أنا لما أقول وش اليوم وش اليوم في ناس ممكن يقول اليوم ثلاثة وفي ناس ممكن يقول اليوم 21 يوليو وفي ناس ممكن تقول اليوم عمل في أكثر من جواب لمثل هذا السؤال لكن لما أسأل مثلا وأقول أنا ودي أصوم الأول عشرة أيام من ذو الحجة اليوم إيش أنت الآن على طول عرفت أنه أنا أبحث عن التاريخ وعن التاريخ الهجري تحديدا فتقدر تجاوبني حتى وإن كان صيغة السؤال بحد ذاتها مبهمة وقد يكون لها أكثر من أربعة خمس ستة إجابات لكن لأني وضحت هدفي قبل السؤال عرفت أنت على أي معلومة أنا أبحث مجرد أن يقول لك أنا أبغى أصوم أول عشر أيام من ذو الحجة فمهم جدا أن توضح الهدف من هذا السؤال قبل ما تسأل أيضا تأكد من فهم الشخص للسؤال حتى بعد الإجابة حتى بعد ما يتصلك إجابة لسؤال معين تأكد بأن الشخص فهم السؤال بشكل سليم لأن الإجابة قد تؤثر فإذا ما تأكدت من صحة أو من مدى أن هذا الشخص فهم السؤال قد تؤثر على يعني يكون في عواقب للعلاقة فيما بينكم يعني مثلا لما أكون أنا موظف في استقبال أجهزة الصيانة مثلا فأقول له على فكرة ترى اللابتوب بيستغرق أسبوعين للصيانة يقول لي وإيوة خلاص عادي لما أرجع وأتأكد من فهمي للسؤال وأقول له إيوة بس أحنا خاصية إعطاء جهاز بديل مهي عندنا ترى فأنت حتجلس أسبوعين بدون لابتوب يقول لك إيوة عادي خلاص ما في مشكلة الآن تتأكدت وضمنت لكن تخيل أنك تأخذ الجهاز وتدخل في السيستم بأنه أنا استلمت الجهاز الفلاني من الشخص الفلاني وبعدين ترجع تقول له يقول لك طيب فين الجهاز بديلتك؟ ما عندي جهاز بديل يقول لك لا خلاص أجل ما عد أبغى ما عد أبغى يعني رجع لي الجهاز فأنت الآن يعني أعطيته من وقتك شيء كان ممكن تفاديه إذا فقط تأكدت من السؤال بالنسبة للأخوان اللي يسألون على حساب تويتر كلها في نهاية المحاضرة إن شاء الله الأخوان حيعطونكم كل المعلومات اللي يتحتاجونها فأصبروا معنا وعطوا سداح فرصة بإذن الله يعطيك العافية يا دكتور لا أخبر الله أنا ما أدري هل تشوش عليك التعليقات يا دكتور لا أبدا أبدا ما شاء الله إذن زين بس حلنا وذنا يعني أخوان بالنسبة لموضوع الشهادات أنا سابق وأن علقت عليه وهل هي معتمدة غير معتمدة وغيره ومإذن الله في نهاية الدورة التحضير سيكون في نهاية الدورة نتمنى إن شاء الله أنكم تستمتعون بهذه المادة العلمية الجميلة واللي يقدمها الأستاذ عقيل وإذن الله أننا نحصل الفائدة المرجوة إن شاء الله فضل السلام تسلم يا حبيبي تسلم فمهم جدا أن تتأكد من فهم الشخص بالسؤال حتى بعد أن يجيب عليه أيضا نريد أن نتكلم على التواصل مع فريق العمل وهذه ممكن نواجهها كثيرا في بيئة العمل في أن نضطر للتواصل مع عدة أشخاص أو قد يكون فريق موحد الأشخاص اللي في القسم مثلا فمهم جدا أنه نعرف كيف ممكن نتواصل معهم طبعا مثل هذا المحتوى قد يقدم فيه دورة بالكامل مدتها يومين أو ثلاثة أيام ولكن فيه نقاط مهمة أساسية نحاول جاهدين أن نوصلها بالطريقة المناسبة نحن دائما نعتمد على بعضنا البعض في عملنا اليومي فبالتالي النجاح أي بيئة عمل مثالية تزيد من نجاح المخرجات التي تخرج فيها هذه الأعمال التي تخرج من هذا القسم أو من هذا الفريق فبالتالي مهم جدا أنه يكون فيه عملية تواصل ناجحة حتى نستطيع أن نصل بالنتائج إلى الهدف المرتوط طيب في علاقاتك مع فريق العمل كن واعيا بعلاقات القوى التي تربط بين الأشخاص كل فريق فيه علاقات قوية بين بعض الأشخاص وعلاقات في بعضهم قد لا يكون يعني ينسجمون مع بعض أو قد لا يكون يعني يكون فيه يعني عدم الانسجام هو أفضل أفضل وصف يعني فوجود هذه العملية اللي هي عدم الانسجام قد تؤدي إلى نتائج سلبية على العمل فبالتالي حاول أن تكون ذكيا في أن تنسجم مع محيطك وأن تخلق لنفسك طرفية مثمرة بدون انحيازات يعني هناك ميول شخصية يعني المحبة من الله فلا توضح هذه المشاعر الشخصية في مجال العمل كن دقيقا في موضوع التعامل وطريقة التواصل مع فريق عملك تحديدا أيضا أدخل الآخرين إلى حيز ثقتك يعني الناس دائما يحبون يعرفون شيء عننا نخصهم فيه وهذا يعطيهم شعور بأنهم يعني مصدر ثقة وأمان بالنسبة لنا يعني مثلا لما تلتقي أحد الأشخاص في أول يومين أو ثلاثة من أيام العمل وتجي تقول له يا أخي والله أنا بغي أقول لك معلومة بس بيني وبينك بالله يا أخي أنا ماني مرتاح الموضوع وقفة السيارة هذه مكانها موحد بس المدير لا يدري يعني ما أجازش تكيلة كنا كده الكلام هذا يعطيه إيحاء بأنه هناك علاقة شخصية جميلة فيما بينكم وقد يضع موضوع ثقة مع أنه الموضوع عادي حتى لو يعرف المدير أنه موقف السيارة معاجب كيش هيسويها تقدر تحطها في إعلان وتنزلها في الجريدة أنه أنا ما أحب موقف سيارتي ما فيها مشكلة بس فكرة أنك قلت له خلي الموضوع بيني وبينك الموضوع هذا ما أبغى أحد يعرفه حتى لو كان عادي الموضوع بس يخلي فيه جزء من الثقة في التعامل مع الأشخاص خصوصا في بداية العمل أو في بداية الحياة المهنية فلابد أيضا أن تخصهم باهتمام أو مساعدة في تحقيق الأهداف أو حل المشاكل إذا لاحظت أنه هناك آخرين أشخاص معك في العمل وقد يواجهوا مشكلة في تحقيق الأهداف أو في حل بعض المشاكل اللي يتواجههم ما يمنع أنك تعرض عليه المساعدة في ناس ما يحب المساعدة ولكن ما يمنع أن تعرض عليه المساعدة أولا وأيضا أن تقدم له المساعدة إذا كان بمقدورك ولكن لا تتسرع بتقديم المساعدة بدون أخذ الإذن أو بطلب منهم لأنك إذا ما أخذت الإذن قد يراها تطفل وقد يراها بأنها استنقاص منه أنه أنت تجارس تساعدني يعني إيش أنا ما أعرف أسويها بنفسي مع أنك أنت كان حسن نية منك لذلك لا تتسرع بالمساعدة بدون أخذ الإذن أو بطلب منهم أيضا أظهر الإمتنان سواء كنت الشخص اللي يتولى المسؤولية اللي كنت المدير يعني أو إذا كنت أحد أفراد فريق العمل جميل جدا أن تحسن من تواصلك مع الآخرين عن طريق الإعراب عن الإمتنان والشكر لهم ظهور الإمتنان ظهار الإمتنان ظهار الشكر يعطي امطباع إيجابي عند الشخص المتلقي بأن الجهد اللي أنا سويته هناك من رآه وهناك من يراه مثمر ومفيد لو أبستخدم مثال وممكن الأشخاص اللي مودودين معي يعني يعطوني إذا كان الأول أفضل أكتبوا رقم واحد إذا كان الثاني أفضل أكتبوا رقم خمسة ما أبغى أستخدم ثنين عشان ما يجيني إيحاء بأن الصوت ما يوطع فإذا أظهر إمتناني لكم وأعلموني أيهم أفضل بالنسبة لكم كان أيهم شعرتوا فيه بأنه أنا فعلا ممتن الأولى أو رقم خمسة الأولى شكرا الله يعطيكم العافية وأشكر لكم حضوركم هذه الأولى رقم خمسة الله يعطيكم ألف عافية شكرا 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 على حضوركم وعلى تواجدكم والله يعطيكم ألف عافية كان في واحدات بس الخمسات كثرت كلها أخذت مني نفس الوقت ولكن الظهور أو إظهار الإمتنان ليس صعبا أعرف كيف توصل الإمتنان والشكر للشخص بالطريقة المناسبة بالنبرة صحيح وكذلك باستخدام الكلمات الصحيحة يعني في أحد الأشخاص قبل فترة يعني أحنا متعودين لما تسوي شيء لشخص معين تلاقي يقول لك الله يعطيك العافية كلمة متعودين عليها وصرنا نسمعها لدرجة ممكن ما ندقق في معناها وانت خارج يقول لك الله يحفظك الله يحفظك شكرا جزاك الله خير الله يحفظك أنت بحث ولكن كلمة نسمعها كثير لدرجة أننا ما ندقق في المعنى الحرفي لها تمام في أحد المرات التقيت مع شخص وفي نهاية اللقاء قال لي الله يرعاك الله يرعاك والله يحفظك نفس المعنى تؤدي إلى نفس المعنى دعوة بأن الله يضعك في حمايته ورعايته لكن يوم قال لي الله يرعاك استخدم كلمة جديدة علي ما أمري سمعتها مش ما أمري سمعتها نادر جدا أنك تسمعها فاستخدام هذه الكلمة الجديدة أوحى لي بأنه هذا الشخص يعني مهتم فيني ويحبني ويتمنى لي كل خير يعني أو وضع بهذه الكلمات وضع في خاطري بأن لي مشاعر خاصة عند هذا الشخص مع أني لما قابلته مرتين وثلاثة وأربعة اكتشفت أنه الله يرعاك عنده زي الله يحفظك عند الناس كلهم يقولها للناس كلهم ولكن استخدام كلمة جديدة أعطى إيحاء مختلف فما يمنع أثناء امتنانك أو أثناء إظهار الشكر أنك يعني تستخدم كلمات غير مألوفة أو أنت لا تستخدمها في العادة حتى توضح للشخص فعلا بأنك ممتن أنا ما أقول لك نافق ولكن حاول أن مشاعرك الحقيقية تصل للأشخاص لأنه الناس لما تسمع كلام مألوف قد لا يأخذ على محمل الجد زي لما تسأل واحد تقول له كيف حالك يقول لك بخير بخير وهو تعبان أصلا مريض ولكن كلمة بخير هذه صرنا أصلا نحن ما نسمعها كأنها لا تقال أصلا علشان كذا أنا ما أقول لك نافق لحد يفهمني غلط أنا أقول لك استخدم الكلمات التي تعبر على مشاعرك الحقيقية وتوصلها بأفضل طريقة ممكن أيضا قدم تعقيبا جيدا على الكلام أو التصرف اللي يصل لك أو تراه قدم تعقيب مفيد لا تعقب على الشخص عقب على التصرف لا تعقب على الشخص عقب على التصرف تقييمي للتصرف لا يعني إساءتي لك شخصيا ما هو معناته أنه أنت شخص سيء كلنا نخطئ جل من لا يخطئ سبحانه كلنا نخطئ وأنا تعقيبي على هذا التصرف وليس عليك شخصيا يعني أنا عندي قناة على التليجرام والحمد لله فيها مشتركين كثير ناس مهتمين بالتسويق والترويج يعني مظلة التسويق ككل في أحيانا الناس تستخدم كلمات غير دقيقة أنه يستخدم كلمة دعاية بدل كلمة إعلان مثلا أو يستخدم كلمة تسويق بدل ما يستخدم كلمة ترويج وهذه كلمات دقيقة فأجي أنا أقول أتوقع أنك تقصد كلمة ترويج بدل تسويق تقصد تقول كلمة ترويج وليس تسويق أحنا بعدين أذكر أكتب إحنا كأشخاص مهتمين بالتسويق لابد أن نستخدم الكلمات العلمية الصحيحة عشان ننقل الفائدة وضعت نفسي من ضمن هذا التصرف ووضعت نفسي كشخص يسيء استخدامها حتى وإن لم أكن أنا منهم ولكن علشان يتضح لهذا الشخص بأنه أنا تقييمي ليس عليك أنت ولكن على التصرف أو على استخدام كلمات معينة بالطريقة الغير دقيقة فمهم جدا أنك تعقب على التصرف وليس على الشخص أنا فجأة الشات وقف ما أدري هل أنتم اندمجتوا معي ولا أنكم رحتوا وخليتوني ولا فصلت أنت عندي واحدة منها معك يا دكتور أيوة ممتاز جات الرسائل جات جات من دمجين ممتاز طيب دائما تعقيبك يجب أن يكون متوازن وموضوعي وموجز لما أقول متوازن يعني بين إيصال الرسالة الصحيحة متوازن بين إيصال الرسالة الصحيحة وبين تصحيح الخطأ موضوعي لا تخرج من الموضوع اللي إحنا تكلمنا عنه فلما أقول يعني هذا الشخص اللي يتحدث مثلاً عن الفرق بين الترويج والتسويق واستخدام كلمة باستخدام كلمة باستخدام الأخرى لما أجي أقول له إحنا كأشخاص نابد أن نستخدمها فالأشخاص اللي يعملون في مجال التسويق ويسيئون استخدامها يسيئون لنا جميعاً وهذه تعطي نظرة سيئة عنه يعني كأني أنا خرجت من الموضوع أنه أخطأ في هذه وبدأت أسبه مع البقية اسمحوا لي على الكلمة فمهم جداً أنه إحنا لا نخرج عن الموضوع عقب على الموضوع وخل تعقيبك موجز ومختصر بإذن الله نهاية الدورة رح أقدم حساباتي كلها في تويتر وفي تيليجرام وفي غيره يعني أرجوكم لا تستعجلون يعني طيب أيضاً في علاقات فريق العمل كن متفتحاً ومنفتحاً استمع إلى وجهات النظر تعلم أن تتقبل الرأي الآخر ولا ترفض أفكار الآخرين أم استكلمنا بأنه مهم جداً أن تستوعد بأن الفرق هناك فرق بين الحقائق ووجهات النظر لا يمكن لأي شخص في الدنيا أنه يثبت أنه لون السماء أزرق بالنسبة لي أنا أشوفها برتقالي ما تقدر تثبت لي أنه أنا خطأ لأنه أنا أشوف نفس اللون اللي أنت تشوفه بس أنا أول ما أنا ولدت أبوي علمني أنه هذا اللون اسمه برتقالي أمس كانت أحمر لون برتقالي بكرة بتصير أخطر مهم جداً أنك تعرف أنه وجهات النظر تختلف الآن لو أوقف أنا وياك قدام بعض ونضع رقم ستة بالنمبر سيكس يعني هو اسمها أبقام العربية بس ما أريد أن أدخل في التفاصيل فلما أكتبها أنت بتشوفها رقم تسعة أنا بشوفها رقم ستة لو بنكتبها بسبعة أو ثمانية أنا واحد شوفها سبعة والثانية شوفها ثمانية فبالتالي فكر في وجهات النظر من هذا المنظور وجهات النظر تختلف وكل شخص له رأي كل شخص له وجهة نظر فلذلك تقبلها ولا ترفض أفكار الآخرين لست مجبر على أن تقتنع وليس مجبر هو على أن يقتنع ولكن مهم جداً أن تستوعب بأن الأفكار تصل بالطريقة الصحية وفعلاً الاختلاف في الرأي لا يجسد الودي قضية اعترف بأخطائك لا تجعل كبرك يعمي عينيك عن الحق بل اجعل منها درس جدير بالتعلم والاستمرار في الخطأ أكبر من الخطأ نفسه ما يمنع أنك إذا كنت مخطئاً واكتشفت ذلك واقتنعت فيه أنك تقول فعلاً أنا أخطأت وأنا أعتذر على خطأي فلا تكابر في سبيل الحصول على مهلومة أفضل وأيضاً على احترام الناس الناس تحترم الشخص الذي يعترف بخطأه الأخت رحاب تقول مشكلة إذا واجهت واحد متعصب لرأيه الخاطئ متعصب لرأيه من حقه ولكن أنت الآن صادرت حقه في أن يكون له رأي لما قلت رأي خاطئ هو رأي لا يوجد شيء اسمه رأي خاطئ ما في رأي خاطئ إذا كان مخطئ فهو مخطئ في حقيقة أن السماء فوق والأرض تحت أنك إذا رميت شيء وأنت داخل الكرة الأرضية حيسقط على الأرض في جاذبية هذا حقيقة ما يقدر ينكرها فلا تصادر رأيه واستوعب الفكر أنه هناك وجهات نظر مختلفة طيب الأنماط الشخصية الأنماط الشخصية هي وصف لأشخاص لهم سلوكيات في التعامل سنذكر كل واحد فيهم وسنذكر كيف سلوكيات هذا الشخص في التعامل وبعدين سنذكر بعض الطرق للتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص لو أريد أن أتكلم على الشخص المتردد هذا الشخص يؤجل اتخاذ القرارات دائما يبحث عن المزيد من المعلومات ويتعلق بشدة بالقواعد والإجراءات لأنه يتردد ويخاف من أي عواقب لاتخاذ القرار فمثل هذا الشخص يمكن لك أن تعطيه الكثير من التأكيدات المعلومات الصحيحة والمتأكد منها أنك تعرفها قدمها له ساعده في اتخاذ القرار والتخلص من هذا التردد طبعا الأنماط مختلفة وقد يوجد داخلنا أكثر من واحد منها بحسب الموقف اللي احنا فيه ولكن نعطي التصورات وبعضهم قد يرى نفسه فيها أيضا إظهار مزايا اتخاذ القرار علمه حسن محمد أنت في غنى على أن تعطي رأيك لمثل هؤلاء الأشخاص إذا كان يرى بأن وجهة نظره هي الصحيحة وأنك أنت على خطأ فأنت الكسبان في إنهاء النقاش في مقولة عجبتني يقول الحوار مع الأشخاص الجهلاء مثل الدبور أو النامس على خدك سواء قتلته أم لا بينتهي بك الأمر بضرب نفسك فأرفع نفسك وتجاوز عموما أظهر المزايا اتخاذ القرار علمه ليش مهم أنك تتخذ القرار حتى يساعده في اتخاذ القرار أيضا الرد الفوري عفوا الرد الفوري على جميع الاعتراضات لما يكون عنده شيء يخاف منها أو يعترض عليه كن مستعد بالرد الفوري عليه المستفز وهذا الشخص كثير المقاطعة يقاطع كثير أيضا يتعامل بصوت مرتفع تلاقي يحاول يرفع صوته أثناء النقاشات ويشتكي كثيرا لذلك مع مثل هذا الشخص لا بد أن تضبط نفسك وتستوعب بأنه هو من هذا النوع وهو سلوكه شخصيته كذا ما يتعامل معي بشخصنا هو مو كارهني عشان كذا جالس يتعامل كذا هو شخصيته كذا أيضا قم بالتركيز على المنطق وليس العاطفة لا تتعامل مع هذا الشخص عاطفيا وتبدي له مشاعر كره مثلا عامل تعامل معه بالمنطق أيضا كن متعاون لأن كل ما تعاونت معه أكثر يستوعب مدى طريقة تعامله وقد يتداركها بالطريقة السليمة أيضا مدعي المعرفة يقدم توصيات بخصوص العمل ويعترض على أشياء غير ذات صلة ما لها دخل بالموضوع بس يبغي يعترض ويظهر امتلاكه للمعلومات كنت أعرف شخص في السابق ويحطه خطين تحت كلمة كنت لأني تجاوزت هذا الشخص وأخرجته من حياتي عشان أرتاح كان من هذا النوع يدعي المعرفة يعني لدرجة لو أدخل في معاه نقاش على أن إيش اسم أمي أقول له يا ابن الناس أمي اسمها خضرة يقول لك لا يا حبيبي اسم أمك حوى ما اختلفنا حوى أمنا كلنا بس أنا أمي أمي اسمها خضرة يقول لك لا يا أبوي يعني يدخل في حوارات يدعي معرفة كل شيء وهذا تتعب معاه تتعب معاه في التعامل يعني يدتصل معاه أنه يعني لما هو شخص يسكن في الرياضة ولما نتكلم على جدة ونناقش مثلا طرق معينة في جدة أو ترتيب طرق معينة يلس يتكلم معي وكأنه هو اللي صمم مدينة جدة وهو اللي يعرف مدينة جدة وهو اللي صممها وهو اللي سمى أسماء الشوارع فمثل هذا الشخص يتعبك في التعامل لذلك تقبل التعليقات بدون أن تتأثر بها لما يعطيك معلومات هو يدعي بأنه يعرفها تقبلها ولكن لا تسمح لها بأن تؤثر عليك في طريقة تعاملك أو تقييمك له شخصيا نحن الآن نتكلم من منظور عملي كن هادئاً في تعاملك معه وأيضاً كن مستخدماً للمنطق وليس العاطفة والمهم أن تطرح عليه أسئلة يصعب عليه الإجابة عليها صعب جداً أنه يجيبك عليها يعني هذا الشخص لما دخلت في حوار معاه على ترتيب الطرق في جدة وأنه طريق الملك عبدالعزيز ثم طريق الأمير سلطان ثم طريق المدينة أنا أو صفل أقول له هي كده هو يقول لي لا طريق الملك عبدالعزيز ثم مباشرة يوازيه طريق المدينة طريق الأمير سلطان مو طريق الأمير سلطان يجيب العرض يقصهم كلهم ما يوازيهم أقول له طيب طريق الأمير سلطان يقصهم إيش اللي يقصه بعدهم لأن الطريق هذا مختلق من مخة ولا يقصهم أصلا حيرميه بإسم طريق إما لا يقصهم أو يقصهم وتقول له حلو بس اللي قبله الشارع الفلاني اسأله سؤال يصعب عليه أن يجيب عليه على هذا السؤال ليس للإحراج ولكن للتوضيح بأنه حتى أنا أملك معلومة اسمع مني النمط الرابع أتوقع البطي الشخص البطي وهذا الشخص مستمع جيد ويتجنب الإجابة المباشرة لا يحاول أن يعطيك إجابة مباشرة يعني تقول له ها أعجبك الجوال يقول لك الجوال رهيب مرة صراحة والذاكرة حقته مرة كويسة أنا صدمتني الكاميرا صراحة أنه جودتها مرة مرة ممتازة طيب ما جاوبتني يا كابتن الجهاز أعجبك؟ ما أحد ما يعجب الجهاز زي هذا كل الناس اللي يشوفون الجهاز ذات أوكي ناس شيء وانت شيء جاوبني هذا الشخص ما يعترض ولا يتجنب أن يجيب على الأسئلة بشكل مباشر ويستمع بشكل جيد يأخذ منك أكبر كم ممكن من المعلومات هذا الشخص أثناء الحوار معه إصمت يعني شوية أسكت خليه يتكلم كأنك تجبره على الكلام استخدم الأسئلة المفتوحة اللي تجبره على أن الجواب ما يكون إي وأو لا لا تقول له أعجبك الجوال تقول له إيش المميزات اللي أعجبتك فيه اجبره على الكلام لأنه من هذا الكلام أنت بتقدر تحصل على معلومات أكثر تستطيع أن تنقل الحديث فيها إلى محاور أخرى أيضا أظهر روح التعاون والود في التعامل معه الشخص الإيجابي وهذا يعترض ولكن بموضوعية يعني اعتراضه يكون بناء على شيء مدروس شيء واضح ومنطقي أسئلته دائما مهمة وهو شخص مفاوض متميز في التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص مهم أن يكون هناك دقة أثناء الحديث معه تكون دقيق أن تناقشه بدقة وموضوعية عالية جدا النمط التالي هو الشخص العدواني وهذا يوضح لك بأنه شخص غير مهتم أسلوبه دائما هجومي يتحدى وهو مبسوط وفخور بنفسه وقد يكون عدو للحقيقة ولكنه فخور بهذه الطريقة في التعامل مع هذا الشخص كن مستمع جيد اسمع للأشياء اللي هو جالس يقولها واختصر الحديث معه لا تنقل الحديث معه إلى مراحل متطورة حاول أن تختصر الحوار مع هذا الشخص ابتسم دائما وابتعد على الانفعال لأن ابتسامك يخفض من حدة عدوانية النمط التالي هو الشخص الخجول وهذا شخص يكون غير واثق من نفسه بشكل كبير أيضا متحفظ ويخشى الحديث كثير القلق والتردد مثل هؤلاء الأشخاص تحاول أنك تسحب منه الكلام بالقوة لذلك هذا الشخص ازرع فيه الثقة بالتشجيع حاول أن تشجعه حاول أن تبين ثقتك فيه وهذا سيدفعه لكسر جزء من هذا الخجل أظهر له سلامة حديثه وأفكاره لما يقول لك شيء يقول له إيوه صدقت أحسنت ممتاز صح عليك يعني اللي يحضر عندي محاضرة وممكن إذا في أحد من طلابي موجود يؤكد على معلومتي في تعاملي مع طلابي في الكلاسات في الجامعة تكلم في الجامعة حتى وإن قدم لي الطالب جواب خاطئ ما أقول له لا ولا أقول له خطأ هذه الكلمتين ما أستخدمها أخذ جوابه وأبدأ أوجهه بطريقة معينة إما أن أنا أصل به للمعلومة السليمة أو هو يمشي معي ويوصلنا جميعا للمعلومة السليمة الهدف لا تكسر ثقة الشخص فيك أو في نفسه أظهر له سلامة الحديث والأفكار الموجودة عنده أيضا حاول أن تحثه أكثر على الحديث أنه يتحدث بشكل أكبر النمط الثامن وهو الأخير هو الشخص المتعالي وهذا يكون عنده مبالغة جدا في أفكاره ويرى بأنه هو أفضل من غيره أيضا يقلل من شأن الآخرين وعدم الثقة بالناس مع هؤلاء الأشخاص ركز في الحديث وتأكد من معلوماتك لأنك مجرد ما تقدم أي معلومة قد تكون خاطئة أو تكون غير متأكد منها وهو يعرفها أعطيته دافع أكبر لأن يتعالى وأن يشوف نفسه أكثر استخدم طريقة نعم ولكن نعم يعني أنا أتفق معك ولكن إيش؟ هناك نقطة تالية فبالتالي كأنك تدعم تعاليه ولكن تغرس شيء من أفكارك أو من المحتوى اللي أنت تبغى تضيفها له استخدم معها الأسئلة المغلقة الأسئلة لإجابتها نعم أو لا أو الأسئلة اللي فيها خيارات أي لون تبغى الأبيض ولا الأسود حاول أن تختصر الإجابات بشكل يعني أو الأسئلة بشكل عشان تحصل على الإجابات قصيرة الأنماط إن شاء الله كلها ستكون على القناة على اليوتيوب وتقدر ترجع لها مثل ما ما حبيك طيب تمرين لقياس مهارة التواصل أنا الآن رح أضع أمامكم جدول رح أترك كل واحد منهم لمدة دقيقة علشان تجاوب عليها وأبغاك تجاوب بنعم أحيانا أو لا إذا ممكن أنك تصور الشاشة حتى لو حبيت أنك بعدين ترجع لها على وقت فراغ لأنه هي فيها درجات وفيها حساب يعني كل الأنماط موجودة على قناة اليوتيوب إن شاء الله سينزلون المحتوى وتقدرون تحصلون فيها ولو في أي أسئلة أو استفسارات سنتناقش فيها نهاية اللقاء فإذا ممكن رح أترك هذا الجدول أمامكم صور الشاشة وسوي بعدين أو سوي الآن ما يمنع طيب بسم الله هذا هو الجدول كل نقطة من هذه مطلوب أنك تجيب بنعم أحيانا أو لا من منظورك الشخصي دائما أنظر إلى عيني الشخص عندما أتحدث إليه نعم إيوانا دائما سويها حطك صح على نعم إذا أحيانا حط صح على أحيانا إذا لا حط على لا وانتقل للي بعدها أقاطع الشخص فورا إذا أدلى بمعلومات مغلوطة الشخص مجرد ما يقدم معلومة خاطئة مباشرة أقاطعه عند الحديث مع شخص يكون كل اهتمامي منصب على الحديث وعلى ما يقول وليس على طرحي لفكرتي يعني أنا أنصت له ولست شخص أرتب أفكاري التالية أحاول أن أنصت لهذا الشخص أثناء شرحي للخدمات أستخدم بعض المصطلحات التقنية لأن هذا يولد تقال إلى الطرف الآخر عن صحة المعلومات التي أطرحها أركز على حركات جسم الشخص أثناء الحديث لنفسك النتيجة لنفسك أنت يعني هي تعطيك إيحاء على مدى قدرتك على التواصل أو فهمك للتواصل مع الأشخاص المحيطين فيك فأنت ممكن تحتفظ بهذه الإجابات لنفسك فقط يعني فائدة شخصية فقط أيضا لا ألقي للاعتراضات بال لأنني لا أستطيع تغيير أي شيء في الخدمة المقدمة أحاول أن أكون مرآة للشخص في جلسته يعني أجلس كما يجلس فأكون كالمرآة بالنسبة له يعني إذا شفت جالس حط رجل على رجل أنا أجلس وحط رجل على رجل إذا جلس وحط يده كذا أنا أسوي نفس الشيء هذه السبع الأسئلة الأولى التالي هي الثمانية أسئلة هذه إذا لم أفهم جملة ما أستفسر عنها في الحال إذا في جملة سؤلت ما فهمتها أسأل أسجل ملاحظات والمعلومات الهامة عند مناقشة الأشخاص يكون عندي ورقة وقلم ولما أتناقش مع الناس أحاول أني أسجل الأشياء اللي تحدث في النقاش أنا ما أسألك هل هي صح أو خطأ أنا أسألك عنك أنت شخصيا هل تسوي هذا الشيء أو لا إذا قدرت تجاوب عليها شخصيا أحتفظ الإجابات بعد شوية سنعرف كيف تقيم نفسك وتقيم مدى قياس مهارة التواصل عندك أيضا ركز على الأسئلة التي سأطرحها أكثر من أي شيء أنا أقوم بالتركيز على أسئلتي أكثر من أني أستمع لها يعني أو أستمع للإجابات أو للطرح من الجهة الأخرى أفضل الاتصال المباشر وجها لوجه لا أكترث إذا كان ما أطرحه على الطرف الآخر لا يروق له لأنه في النهاية هو صاحب القرار يعني المعلومات اللي عندي أقدمها سواء أنا عجبته أو ما عجبته لأنه في النهاية هو اللي بيقرر أبتسم أصافح الضيف وأرحب به مستخدماً اسمه لا أهتم باللبس عند مقابلة الأشخاص خارج المكتب ولكنني أهتم به عند زيارتهم لي في المكتب إذا بألتقي مع شخص خارج المكتب في مطعم في مقهى في شيء ما أهتم بلبسي زي ما أهتم فيه وأنا رايح الدواء أومئ برأسي وأستخدم عبارات التأييد لإشعار أنني منتبه له يعني مهم جداً أنه أوضح للشخص هل أنا مؤيد أو لا عن طريق أحركات الإيماء بالرأس طيب الآن هذه هي الأسئلة عشان نعرف طريقة التقييم كل الأسئلة الفردية اللي هي 1 3 5 7 9 11 13 15 قيمها على هذا الأساس اللي هي A هنا إذا كان جوابك نعم أعطي نفسك 3 إذا كان جوابك أحياناً أعطي نفسك 1 وإذا كان جوابك لا أعطي نفسك 0 والأسئلة الزوجية 2 4 6 8 10 12 14 إذا كان السؤال إجابتك نعم أعطي نفسك 0 وإذا كان أحياناً أعطي نفسك 1 وإذا كان لا أعطي نفسك 3 نعم هذه هي السلايد الثاني بس أرجوكم صوروا الشاشة بسرعة عشان ننتقل للنقطة اللي بعدها لأنه عندنا تقليباً رجع ساعة متبقية أخت عبير الآن هذه الصفحة الثانية المطلوب أنه الآن أنت جاوبت على كل سؤال السؤال اللي أنت أجابت عليه بنعم وأحياناً ولا كل سؤال جاوبت عليه الأسئلة الفردية علشان تحتفظ فيها يعني علشان ترجع لها بعدين ولا راحت الصفحة الأولى حاضر هذه هي الصفحة الأولى الأسئلة الفردية اللي هي واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحد عشر وثلاثة عشر وخمسة عشر الأسئلة الفردية إذا كانت إجابتك عليها بنعم أعطي نفسك ثلاث درجات إذا كانت إجابتك عليها بأحياناً أعطي نفسك واحد وإذا كانت الإجابة بلا أعطي نفسك صفر حاضر بأرجع عليها مرة ثانية بس عشان يعني تصل ثم الأسئلة الزوجية 2 4 6 8 10 12 14 14 إذا كانت إجابتك بنعم في الأسئلة الزوجية فأنت أعطي نفسك صفر وإذا كانت أحياناً أعطي نفسك واحد وإذا كانت لا أعطي نفسك ثلاث درجات الآن بيطلع عندك درجتين درجة للإجابة أسئلة الزوجية ودرجة للإجابة أسئلة الفردية اجمعها كلها اجمعها كلها كلما زاد العدد طبعاً كحد أقصى ستكون الدرجة من 45 لأنه عندنا 15 سؤال وأعلى درجة ممكن تحصل عليها هي ثلاثة فأعلى درجة ممكن تكون 45 كلما كانت درجتك أقرب لل45 كلما كان معناه أنه مهارات التواصل عندك جيدة جداً بل ممتازة كلما قلت معناته أنت تحتاج إلى تطوير مهاراتك الشخصية كثير طلب والحقيبة هي الحقيبة هذه جهد شخصي وعمل يعني أنا تعبت في إيجاد المحتوى وبالتالي هي موجودة على اليوتيوب حينزلونها واللي يبغي ينسخها حيل الله أقوى ما قدر أمنعك من أنك تنسخها ولكن هي جهد فردي عشان كده صعب أني أنا لأنشرها بدون ومان لحقي 26 درجة معقولة كمجموع ولكن معناته أنت محتاج إلى أن تطور من مهاراتك للتواصل 17 فعلاً تحتاج 26 نفس الشيء يعني متوسط اللي فوق الخمسة وثلاثين ممكن يكون يعني ممتاز يعني جيد جداً إلى ممتاز طيب ما أدري هل ما أتوقع أني سويت شيرينج مع الصوت فهل تسمعون صوت الفيديو أو لا آه أوكي طيب إذن رح أوقف سكرين شيرينج وأرجع أسويه بس عساس صوت الكمبيوتر المقطع مدته خمس دقائق أتمنى أنه ما يكون ثقيل عليكم بس عشان إن شاء الله ترون فيه شيء من الفائدة رح أشغل الآن وأعطوني خبر إذا كان صوت المقطع واضح إذا لقينا المقطع أيوة بسم الله كل واحد فينا نفسه يبقى ناجح في كل حاجة نفسه يكون مهم ويبقى حاجة بتختلف أهدافنا باختلاف قدراتنا وميولنا وكل واحد بيمشي في طريقه وكل طريق هو أصلا سباق فيه ناس بتسبق الكل وبتوصل وفيه ناس بتوصل لكن متأخر وناس ما بتوصلش خالصا طب ليه مش كل الناس بتكمل في طريقها؟ إيه اللي ممكن يعطلهم عن النجاح؟ ممكن الظروف؟ طفل مشرد عاش في أفقر حي في لندن اتحرم من كل حاجة حتى أمه اتحرم منها بسبب المرض جرب مرارة الفقر والتشرد وأسبب مرات أبوه اللي كانت بتوصل للضرب بالكرباج اشتغل في كل حاجة عشان يقدر يعيش مرة بيع جرايد مرة عامل مرة حطاب لغاية ما جرب يشتغل كنبارسي وبعد كده ممثل صغير وفدل يكافح يكافح ويكبر وحدة وحدة لغاية ما بقى أعظم ممثل في العالم وقتها وحول مصيره من إنسان مشرد مجهول للشارل شابلن العظم كولونيل ساندرز صاحب أشهر مطعم في العالم حياته ما كانتش سهلة أبدا أبوه مات وهو عنده ست سنين ما قداش طفولته في اللعبة زي أي طفل كان بيشتغل عشان يساعد أمه في تربية إخوات الصغيرين ومعطلوش شغله أبداً عن دراسته لغاية ما تخرج من الجمع اشتغل في المزارع وفي بيع كويتش العربيات ومحطات البنزيم ما كانش بيتكسف يشتغل في أي حاجة لغاية ما حاوش مبلغ يفتح بيه مطعم صغير في محطة البنزيم اللي بيشتغل فيها فشل في الأول لكن حاول تاني وتالت المطعم بدأ يكبر وبدأ يفتح مطعم غيره واشتهر جدا لغاية ما بقى أشهر مطعم في أمريكا وبدأ المكان محل متواضع في محطة البنزيم فتح لغاية دلوقتي 11 ألف فرع في العالم من مطعم كنتاكي الإحباط كان فيه مدرس بيقول لتلميذ لما تروح البيت قل لهم أنك ما تنفعش في أي حاجة خالص وبعد كده طردوا نظر المدرسة لأنه تلميذ بليد ومتخلف في نظرهم التلميذ ده لما كبر بقى العالم توماس أديسون أعظم المخترعين في تاريخ أمريكا عمل 1300 اختراع باسمه أبوه وأمه شكوا أنه هو متخلف عقليا وكان بيسقط في الحساب وكل اللي حواليه قالوا أنه ما بيفهمش ألبرت أينشتاين أعظم علماء الفيزياء في التاريخ ممكن المرض والعجزة فقدت البصر والسمع وهي طفلة رضيعة عاشت في ضلمة وصمت لكن عرفت تتواصل مع العالم اتعلمت لغة الإشارة في عمر سبع سنين اتعلمت الإراية بطريقة برايل وقارت كتب كتير بدأت تتعلم النطق بلمس الشفايف بعد فترة درست العلوم والأدب وتعلمت خمس لغات مش بس كده ألفت كتب وبقت من أشهر الأدباء والمحاضرين في العالم المعجزة هيلين كيلر أول سباح في التاريخ يعدي بحر المنش لكن بنص جسم بس لأنه فقد رجليه في حدسة قطر وهو عنده 12 سنة هو مش من كوكب تاني ولا من بلاد بعيدة هو مصري بسيط من انبابة واسمه مصطفى خليل يبقى مفيش حاجة تنقصك غير إرادتك إرادتك اللي هتخليك تشتغل في حلمك وتحققه مهما كانت ظروفك ومهما كانت مشاكلك طيب ممكن حد يكون ما عندوش إرادة؟ لا مش ممكن الإرادة دي بالزبط زي العضلات كده موجودة عند كل إنسان بس في عضلات ممكن تشيل أسقال وفي عضلات تشيل كوباية مية أكيد كل واحد عنده إرادة لو ما تكفيش إنها تحقق حلمك لازم تقويها لازم تصدق إنك مختلف لازم تعرف الميزة لجواك لو لسه ما بدأتش ابدأ من دلوقتي وامشي في طريقك تصدقني لو عايز هتقدر بس إنت بس إنت تصدق إنك تقدر حدد هدفك أو إرادتك تصدق نفسي هتحقق حلمك طيب ممكن قد يتساءل البعض ويش دخل هذا في كل جالسين نقوله إحنا أنا كنت أبغى أوصر رسالة بأنه مهم جدا أننا نستوعب بأنه التغيير اللي إحنا نبغى نوجده في أنفسنا فيما يتعلق بتحسين مهارات التواصل ممكن يجيك شخص يقول يا أخي أنا عمري 20-25 سنة ذا الحين متى ذا الحين تبغاني أغير ما في شيء مستحيل الشخص اللي عنده القدرة بيقدر يصل للهدف اللي هو يبغاه في الوقت اللي يحتاجه له بإذن الله لذلك مهم جدا أن يكون عندك العزيمة هو القوة والرغبة في التغيير ولا تتوقع أن النتائج تتغير في يوم وليلة أعطي نفسك وقت إن شاء الله بتصل إلى الهدف اللي أنت تبحث عنه تأكد 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 بأنك أثناء هذه العملية أن تتجنب عدة أشياء مهمة منها ما عليش بس أشان الخوف من الرفض أو الإحراج لا تكون من الأشخاص اللي يخافون أنه يطلب شيء ويرفض أو أن يضع نفسه في موقف أو بطلب قد يكون محرج ما أحد يتعلم ببلاش وضع نفسك في موقف تعلم التركيز على العواطف بدلا من المنطق لا تركز على عواطفك ولا تسمح لها بأن تتغلب على المنطق لا تخلط الأمور الشخصية بالعمل الأمور الشخصية شيء والعمل شيء آخر التحيز لطرف دون الآخر لا تتحيز بناء على علاقات شخصية وخل الموضوعية هي هدف أي قرار أنت بتتخذه استخدم عبارات النقد باستمرار تجنب هذا الشيء عبارات النقد تحطم نفسك وتحطم الآخرين لذلك لا تستخدم هذه العبارات أو عبارات النقد بشكل مستمر الاستنتاجات المبكرة لا تتعجل بالوصول إلى استنتاج مبكر أعطي نفسك الوقت في التحليل حتى تستطيع أن تصل إلى الإجابة المناسبة المجادلة في خارج الموضوع لا بد أن تنتبه أن لا تجادل في خارج الموضوع وأن تبقى دائما في صلب الموضوع أتمنى من الله أني أنا قدرت أوصل أي شيء من المحتوى المفيد لكم بإذن الله برضو الآن وقت أنك تصور الشاشة إذا حاب فيها معلوماتي وحساباتي اللي حاب أنه يتواصل معي في أي منها وأكون سعيد فيكم إن شاء الله بتقديم أي معلومة مفيدة بإذن الله أسعد جدا بتواصلكم وأنقل الميكروفون للأخ محمد إذا في أي أسئلة أنتم مجهزين هيصير نجاوب عليها قبل ما تختمون بإذن الله شكرا لك دكتور وعفا شكرا لك أستاذ عقيل وشكرا لجميع الحضور على مشاركتهم حقيقة وتفاعلهم الرهيب فعلا يعني ما شاء الله تبارك الله مشاركة مستمرة تعليقات داعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه حققت هذه الدورة أهدافها المرجوة يا رب العالمين لعلنا نبدأ يعني في منتهينا فيه من بعض الأسئلة أيضا هنا سؤال من فاطمة جول عندي سؤال ما هي أفضل طريقة للتواصل مع الآخرين سواء بالواقع أو بالكتابة التواصل مثله يعني ما أدري بيش أشبه التواصل هي عملية متبادلة الشخص الآخر هو اللي يعطيك يساعدك في الطريقة اللي المفروض أنك تتعامل فيها معه أو بطريقة التواصل لذلك مثل هذا الجواب أو هذا السؤال عفواً يصعب جداً أني أنا جاوب عليه لأنه كل شخص يختلف لكن كون لنفسك شخصية معينة في ناس مجرد ما يعني تقابلة تدري أنه هذا شخص خجول بينما في ناس تحسنك منت قادر تفهمه لأنه كل يكلم هذا بطريقة وهذا بطريقة وهذا بطريقة لذلك تأكد أن يكون لك شخصية مستقلة وتعامل بها مع الجميع إلى أن ترى كيف تكون العلاقات مع هؤلاء الأشخاص ومنها تستطيع أن تغير طريقة التواصل بحسب علاقتك معه ممتاز طيب دكتور هنا سؤال من زاهدة تقول بالنسبة للشخص البطيء إذا أبدن زعاجاً من أسئلتك المفتوحة وأدرك أنك تتقصد ذلك قد يلجأ لتفاديك مستقبلاً لأن أسئلتك قد تسبب له ضغطاً لا يستسيق كيف نتدارك هذا الموقف لإعادة بناء الثقة؟ يا سلام التوصيات التي وضعتها فيما يتعلق بهذه الأنماط الشخصية مهم جداً أنك لا تكون هي سلاحك الوحيد التي تستخدمها في التعامل مع هؤلاء الأشخاص يعني لا تكون أسئلتك دائماً مفتوحة وكأنك تحاول تسحب الكلام منها أكيد ستكون واضحة ولكن أنا أعطيك الأسلحة لتساعدك في استخراج المعلومات التي تبحث عنها لذلك لا تخليها هي الاستخدام الوحيد ولكن إلجأ لها بين فترة وأخرى عشان تحاول أنك تحصل منها على معلومة هذا الشخص يكون مرتاح أكثر وأنت اللي تتكلم لذلك أعطيه هذه الأريحية تكلم كثير بس أحاول تعطيه الفترة الكافية في أنك تسحب منها المعلومات التي تحتاجها عشان تقدر إما تقدم لها الخدمة بشكل أفضل أو أنك تحصل منها على المعلومات المفيدة سلوى دكتور تسأل تقول كيف تتعامل مع الشخص اللي يقلل من شأنك ويتعالى عليك؟ هؤلاء الأشخاص سهولة التعامل معهم تكمن في الإدراك بأنه زي ما هو يرى نفسه مبدع في شيء معين أنا أيضاً مبدع في شيء معين لسهولة التعامل معهم التفادي هو الخيار الأول والأمثل ولكن إن كان لابد في التعامل مع هؤلاء الأشخاص فما يمنع أنك تظهر الأشياء اللي عندك فيها نقاط قوة أنت حتى توضح له بأنه زي ما الله أنعم عليك بنعم أنت شايف نفسك فيها أيضاً أنا ربي أنعم علي بنعم يعني ما خلقت لأتباهى بها ولكني أوريك الأشياء اللي أنت جالس تتفاخر بها علي فما يمنع أنك أنت تظهر له شيء من قدراتك فقط للتوضيح بأنه يعني الله أنعم علي زي ما أنعم عليك ممتاز طيب دكتور أيضاً هنا سؤال من نهلة تقول ما هي أفضل طريقة للتخلص من الخوف من الرفض أو الإحراج في العمل الرفض والإحراج منطقي ومهم جداً لتطورنا ولكن هناك أشخاص لا يعرف كيف يوصل لك رفضة أو ما يتجنب أنه يضعك في موقف حريج فبالتالي حاول أن تكون في مثل هذه الأرجاء اللي قد تتوقع أنه يكون في ردة فعل لا تعجبك من هذا الشخص سواء كانت بإحراجك أو باستنقاص منك أو بطريقة تعامل قد لا تحبذ أنه يعاملك فيها وهي قد تكون مستوعب بأنها إلزامية لأنه هذا الشخص أنا أتعامل معه لازم وهي شخصيته كده فحاول أن تكون في منطقة مغلقة منطقة بينك وبينها في مكتبة أو في مكتبك منطقة ما فيها أشخاص آخرين عدم وجود هؤلاء الأشخاص تساعدك أكثر في أنك تتقبلها بشكل أكبر وأيضاً تعطيك دافع بأنك تحاول أنك تنجز أكثر بدون أن تسبح لهذه الفرصة بأن تتكرر جيد أخت روز تقول أنا ما أقدر أتواصل مع الناس بالنظر رغم أني جري أو عندي شخصية قوية ممكن يكون في سؤال تبعي وش اللي يمنع؟ أنا ما أدري هل بتجاوب أو لا بس ما هو المانع من هذا التواصل؟ سبب في جميع الأحوال عملية التواصل بالعين هي مهمة في توضيح الثقة وتوضيح قوة الشخصية ولكن ليست المرآة الوحيدة لأظهار قوة الشخصية أحياناً تعرف أنه الشخص جري وشخص قوي شخصية مجرد بالتخاطب معاه عن طريق الإيميل مثلاً فإن كان بالإمكان أن يكون هذا التواصل النظري لمدة ثانيتين أو ثلاث ثواني في بداية الحديث فقط ومن ثم التجنب يعني من باب توضيح بأنه أتمنع عن أن يكون هناك تواصل باختيار شخصي وليس بخوف مني أنا أقدر أسويها وهذا أنا سويتها في بداية اللقاء لمدة ثانيتين أو ثلاث ولكن رغبة مني فأنا أتجنبها إذا كان بالإمكان اللجوء لهذه الطريقة لثانيتين أو ثلاث في البداية إن كان أو كانت الأخت تبغى أصلاً أنها تصبح قادرة على هذا الشيء فهذه بداية لتمرين عشان تقدر تزيد المدة في كل مرة مريم تقول عندي أو عنده تقديم محاضرة للموظفين كيف نستطيع جذب انتباههم وكيف أن تصغضب البعض وتذمرهم من المحاضرة سؤال مهم جداً ويعني للأسف أنه الإجابة عليه تستقرق دورات يعني أنا فعلاً قدمت دورات في تقديم العروض أو الإلقاء فن الخطابة وهذه لها عدة محاور وعدة تتعلق بنوع الأشخاص اللي أنت تتعامل معهم نوع العرض اللي أنت تقدمها عدد الأشخاص الأسباب اللي تعطيهم دافع لأن يظهرون مثل هذه المشاعر فالجواب متفرع كثيراً فأنا صعب جداً أني أنا أختصر حتى في عشر دقائق طيب دكتور لعلنا نختم بهذا السؤال الأخير كيف نتعامل مع الشخص القاطع أو قليل التواصل في هذه الحالة أنا ما أعرف إذا كان هذا طبع لا بد أن أحترمه واستمر في التواصل معه أو أنه ليس لديه رغبة في التواصل معي يعني كيف أدري شخص هذا يعني هل هو شخص منعزل منطوي على نفسه ما يبغى يتواصل مع الناس أم أنه شخص والله ما يبغى يتواصل معي شخصياً كيف أنا أقدر أحدد مثل هذا الشيء نعم هنا تأتي ما يسمى بالذكاء العاطفي لما تتعامل مع الشخص تقدر تحصل منه على انطباع هل هو يتقبلك أو لا يعني لما أنا أتواصل مع شخص في الشهر مرتين مثلاً أو أقول في الستة أشهر عشر مرات وفي كل مرة أجد منه هذا الشعور معناته هو فعلاً يتذمر مني وما يبغي يتواصل معي فبالتالي أنا من قاصرها بكتفي شر الموضوع وأتجنب ولكن لما يكون مرة منها كان سعيد ومبسوط ولكن بقية المرات حسنت أنه ما يبغي ينهي المكالمة بسرعة مثلاً بينما في هذه المرة زاد معايا الكلام معناته لا هذه شخصيته وهذا كانت حالة مختلفة ومود مختلف وضعه في مثل هذه الحالة فبالتالي إذا كانت هذا الشيء متكرر من الشخص فقد يكون أريح لبالك أنت بأن تتجنب التعامل علشان ما تدخل في مثل هذه الأسئلة الذاتية هل الشخص متقبلني أو لا؟ هل أنا مزعج أو لا؟ تجنبها والنتائج ستظهر لك تلقائياً إذن أجزاك الله خير أستاذ عقيل وهل من كلمة أخيرة تختم فيها أستاذ عقيل؟ الله يحفظك يا حبيبي شكراً 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 من القلب لك يا أخ محمد ولي أنا سكي تريدينج وأنا مبسوط وسعيد جداً بأني أكون جزء من هذه المبادرة الرائعة سبحانك الله وبحمدك أشهد الله إلى أهل أنت صغيرك أتوب لك أيها الإخوة والأخوات الحضور الكرام شكراً لكم على متابعتكم لهذه الدورة وانضمامكم في سلسلة هذه الدورات التي تقدمها إنس كيب بالتعاون مع دلتا كيوب وبإذن الله نحن مستمرين في تقديم الدورات خلال الأسابيع القادمة نسعد بكم وبالتسجيل وبحضور هذه الدورات بالنسبة لرابط التحضير تم إرساله في الشاب قد لا يعمل عند البعض سيتم الآن بإذن الله معالجة هذا الخلل أيضاً بالنسبة لموعد الحصول على الشهادة بإذن الله خلال سبوع إلى سبوعين بإذن الله ستصلكم الشهادة بالنسبة للتسجيل ستجدونه متوفراً على قناة إنس كي على اليوتيوب وأيضاً في تويتر بإذن الله سيتم نشر هذه المقاطر شكراً لكم جميعاً الرابط متاح لمدة عشر دقائق ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع شكراً لكم جميعاً ونسأل الله التوفيق وإلى اللقاء بإذن الله في دورات قادمة إلى ذلكم الحين لسودع الله دينكم وأمانتكم وخواتهم أعمالكم السلام عليكم